موسيقى المالي بين الوجاهة للقرار الاستراتيجي للميناء الدخلة لضمان تدفق للسلاع مبيننا ومبين إفريقيا هذا من جهة البعد التاني وهو البعد كما قلت قبيلا الأطلسي على أساس أن بؤلة التوتور أو بؤلة العالم مركز تقل مبقاش هو أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية بقدر ما أصبح الآن هو كما قلت قبيلا لكس دي الأمريكان بريطانيا أستراليا الثاني هنا ضروري المغرب يكون عنده بوطئ قدم في هذا المحور هذا من جهة من جهة الثانية لا تنسى بأن تلتي الحركة التجارية تمر عبر المحيط الأطلسي ولا يعقل أن المغرب الذي حباه الله بهذا الموقع أن يبقى يتفرج مريح في البالكون كي يشوف البطوة الديزين ولا يتكون له قيمة مضافة في هذه الحركة التجارية العالمية ثم لا تنسى بأن المغرب دار الأطلس فينونسير في الضرب هذا ثم لا تنسى أيضا بأن الذي راعة وأشرافة وواكب المغرب فهذه البلاس فينونسير هي بريطانيا التي تحتضنه أكبر مركز مالي في العالم الذي تسمى لا سيتي ونحن باش نفتح قوس يعني على هذة لا سيتي رأي المساحة دي التي تعدى الجوز الكيلومتر المربع يعني مساحة دي الدرب صغير في الرباط ودرب صغير في المكناس ولكن العمدة لهذا لا سيتي الذي ينتخب من طرف رجال الأعمال والمصاريف والتأمينات وإعادة التأمينات إلى آخرين يحظى بوحد رتبة بروتوكولية الرابعة على المستوى البريطاني كين الملكة كين الوزير الأول كين رئيس مجلس العموم أو النواب ثم العمدة لهذا لا سيتي إذن هاتش يكون له يعني إنسان كدخله يعني في الحسبان باش كيمكن له يفهم للبورتي لهذا القرار القرار استراتيجي ثم لا تنسى أيضا بأن المغرب لما يعني توجه الرادار ديالو كله للاستثمار في الأقالم الجنوبية هذة الاستثمارات يعني تفتح الشهية ديالاستيطان الناس غي يجيوا واستوطنوا هذة بغي يدير شركة هذة بغي يدير وطيل هذة بغي يدير منتجاء هذة بغي يدير كده إلى آخر إذن هذة يعني هذة وحتى أيضا رؤوس الأموال تتبين استيطان طبيعة حال طبيعة حال طبيعة حال إنه هذة رؤوس الأموال يعني رأيها سبقين نقلناها ونعود نقولها رأي هذة رؤوس الأموال كان واحد المؤشر الذي يزكيها وهو افتتاح القنصليات يعني هذة تناسل القنصلي يعني القنصلي يشغلوا الشغل ماذا هو رعاية مصالح رعاية بلدها من جهة ثم تدبير الاستثمارات ديال الدولة ديالها في البلد الذي توجد فيه وبما أن الأقاليم الجنوبية يعني مدعوة مستقبلا إلى معرفة واحد تدفق هائل على مستوى الرواج اللي كان يعني استقعت الأمور لأن تكونها حاضرة والدليل ونحن اليوم يعني نحتفل بمرور سنة على تطهير معبر القرقالات القرقالات بش يعني المسمار الأخير الذي تم دقه يعني في النعش ديالجزائر هو أنه هذه خمس أيام أو ست أيام المغرب تمكنها من ربط القرقالات بالشبكة الوطنية الكهربائية وهذا الربط رهما شي مجالي أيضا الطريقة أصبح مفتوحة ماما الجميع لا طريقة أصلا مفتوحة من زمان الطريقة فتحة يعني بفضل دوري لعبو الجيش المغربي كما قلت في الأول بأن يعني بناء الجدار الأمني ساهم تسريع وطيرة إعمار منطقة الصحراء لا تنسى إلى رجعتي يعني للسبعينات والثمانينات للمنحنة ديال إعمار مدن الصحراء كان غضي بواحد تأمين المغرب مع الجار ديال الجزائر بفضل الجدار الأمني عرفات واحد الوتبة الاستثمارات والإعمار ديال منطقة الصحراء بواحد شكل رهيب جدا يعني من 1991 حتى 2021 ده بالآن يعني الإنسان لو تلفت اللور هو بنفسه غادي قربوش هذي المدن الجنوبية اللي كانت قبل 1991 يستحيل الإنسان أن يستوعب هالتحول اللي عرفاتوا للمنطقة ديال الجنوب إذن هذي نجاوب على أن الميناء ديال الدخلة رأي يأتي في هاد السيرورة ديال ثم تاريتا لا تنسى بأن هاد الميناء الدخل الأطلسي يأتي أيضا في الخطة المينائية ديال المغرب لشيما ديريكتور بورتيار ديال المغرب حتى المغرب عزز سواحيد دياله يعني في السمال بمجموعة من الموانئ الكبرى وعلى رأسي ميناء طانجي يعني الأطلسي هذا المتوسطي هو أطلسي أكثر منه متوسطي فهذا كلميناء طانجي الأطلسي أو هلنا جف أشوفال ما بين المتوسطي والأطلسي إذن هذي ميناء طانجي يستقطب لك يعني الممر ديال البحر أبدا المتوسطي باعتباره أيضا حوض يعرف واحد الرواج واحد الكسافة يعني في الملاحة التجارية الدولية تبقى لك واحد الخصاص كان عندك في المنطقة يعني ديال الساحل لفاصد أطلانتيك أنت جيت الآن زكيزيها بواحد الميناء يعني ديال الداخل اللي إن شاء الله ستكون المنافع دياله يعني جد مهمة ليس فقط الأقليم الجنوبية بل على المغرب المغرب ككل